اشتركوا في القناة وزراء خارجية الدول العضاء في اللجنة ومعالي الدكتور يوسف بن أحمد العتيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامية وقد ألقى سعادة وزير الخارجية في الاجتماع كلمة أشاد فيها بالجهود المخلصة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية خلال رئاستها الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي معربا عن التقدير للجهود الطيبة التي يقوم بها الأمين العام للمنظمة في خدمة القضايا الإسلامية متنيا على جهود منسوبية الأمانة العامة في تنظيم هذا الاجتماع الاستثنائي لبحث المخططات العدوانية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي الرمية إلى ضم أجزاء من أرض دولة فلسطين الشقيقة المحتلة مما فيها غور الأردن وشمال البحر الميت والأراضي المقام عليها المستوطنات الإسرائيلية وقال سعادة وزير الخارجية إن الإجراءات أحادية الجانب من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي بهذا الشأن تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي كما أنها تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني ومقدراته ودعا سعادة وزير الخارجية في كلمته المجتمع الدولي لتحمل المسؤولية القانونية والتاريخية والأخلاقية وضمان نفاذ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإدانة السياسات والممارسات الإسرائيلية التعسفية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وقد صدر عن الاجتماع قرار أكد فيه المجتمعون على مركزية القضية الفلسطينية والقدس الشريف بالنسبة إلى الأمة الإسلامية محدرين من أقدام إسرائيل على ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة معتبرين تهديدها بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك غور الأردن والأرض التي أقامت عليها المستعمرات والجدار إعلالا رسميا بإلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة من طرفها وإنهاء للتسوية التفاوضية وتصعيدا خطيرا لسياساتها وإجراءاتها الاستعمارية نجدد من هذا المنبر موقف مملكة البحرين الثابت والدائم بشأن حق الشعب الفلسطيني في يقامت دولته المستقلة على ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشرقية وضرورة الوقف الفوري لعمليات الضم والاستيطان غير الشرعية كما نؤكد على ضرورة حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على كامل حقوقه غير القابلة للتصرف وتحقيق السلام العادل والشامل كخيار استراتيجي وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومباراة السلام العربية